في أول تصريح لها أوفيسيال مو ذكره شيء بيتوجه رسيلة جديدة ومؤثرة جداً لعمها كانت ياسر متأثرة تبكي بحرقة وحكيت عن يصار العمها وطلبت منه اسمح وقتلوا يعلولوا إن راني نحبك ولمتعليك ومن نسلمش فيك قالت لي لقلوب صفيت لكنه مزيل مريض شوية ويستنى باش تتحلي فول باش يخرج لفرنسا يكمل معناه يدبي عند الطبة وقتلوا راني إينا باش نسلم في الدنيا لكلها ونخرج معاك وسمحني على المشاكل اللي صارت الكل وأحنا صحاب مليئنا صغيرة وسمحني على اللي صار الكل رموش منك فمع بيد فرقتنا قتلوا الأطفاليك وبدت تبكي وقتلوا الدم عمره ما يولي ماء وطلبت منه اسمح وهذا كان فيما تفعل كبير برشا مع ذكراراتي وذكراء الشبي في برنامج الكل في الكل على قناة تونسنا